أعتبر خطوة تعيين رئيس القضاء هذا اليوم ربما خطوة إيجابية كما يرى الشارع السوداني اتجاه القضايا المتعلقة بالحقوق والعدالة في السودان اليوم العاصمة الخرطوم ومدن مختلفة ومن أقاليم البلاد المختلفة شهدت حضورا مكثفا لمتظاهرين نددوا بالاتفاق الذي تم توقعه بين البرهان وحمدوك مشيرين إلى أن هذا الاتفاق لا يتناسب مع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الذين ينشدون الكثير من الإجراءات التي يرون أن هذا الاتفاق ربما غير مناسب في هذه اللحظة بالرغم من أن هناك أيضا ما يزال المعتقلين ينتظرون في السجون بالرغم من ذلك أشار المجلس السيادي أن المعتقلين السياسيين تم إطلاقهم لكن الذين لديهم ربما قضايا جنائية هم من ينتظرون ربما المرحلة المقبلة هذه التجمعات التي خرجت اليوم نددت بهذا الاتفاق وأشاروا كذلك إلى أنهم يطالبون بمحاسبة من تسببوا في قتل مدنيين في مظاهرات سابقة لكن كان عبدالله حمدوك بالأمس اعتبر هذه التظاهرات ربما بالونة اختبار للعلاقة بين العسكر والمدنيين إذا ما تمت ربما هذه بسلام من غير أن تكون هناك أي خسائر بشرية خاصة وأن هناك تم تفريق متظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وبحري وأم درمان بالغاز المسيل للدموع هذا اليوم لكن لم ترد حتى هذه اللحظة ربما أي ضحايا من جراء هذه المسيرات وتعتبر هذه المسيرات أيضا امتداد لمسيرات ربما قادمة في ظل الشراكة التي حتى هذه اللحظة لم يراملها المواطنون ما يشير إلى أن الحرية تفتح ربما منفذا جديدا نحو الديمقراطية المثلى والتي يرجوها الشعب السوداني كارولينا